اهلا بكم مشاهدنا من جديد على هامشي فعاليات المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والاستثمار أقامت غرفة تجارة وصناعة البحرين معرض مصاحب يحكي مسيرة مرور ثمانين عاما على تأسيس الغرفة وقد تم توثيق العديد من الرسائل الورقية والصور التاريخية التي تجاوز عمرها حوالي ثمانية عقود المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي منذ تأسيسها عام 1939 احتفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالعديد من الوثائق التي تحكي تاريخ الغرفة ومسيرتها التاريخية خلال الثمانين عاما الماضية حيث احتوى المعرض على العديد من الصور التاريخية لشخصيات ساهمت في نهضة الاقتصاد الوطني وواكبت مراحل النمو والتطور الاقتصادي المعرض المصاحب الذي أقامته قرفة تجارة وصناعة البحرين بالتزامن مع المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب حضاره العديد من الوزراء ورؤساء غرف التجارة والمهتمين عالميا وخليجيا احنا طبعا هذه السنة نحتفل بمرور ثمانين عام على تأسيس غرفة تجارة صناعة البحرين في عندنا معرض يشمل كل الصور وكل الفيديو كليبس عن تاريخ الغرفة الثمانين عام مسيرة الغرفة وكل الرؤساء وطبعا الانجازات اللي سووها الرؤساء في تفعيل الاقتصاد في تنشيط الاقتصاد وشنو كان دورهم يعني احنا كان لنا دور مهم في الغرفة رؤساء السابقين في تفعيل اول بنك في البحرين اللي هي بنك البحرين وطني واول فندق اللي هي فندق الخليج وحتى الجوينت فنتشرز شراكتنا بين البحرين كويت في تفعيل بنك البحرين كويت ابتدت من غرفة اجتماعات غرفة تجارة البحرين وهذا نفتخر بهالأشي وان شاء الله اللي اياي اكثر وتعد قرفة تجارة وصناعة البحرين اول قرفة تجارة في الخليج كما تعتبر الممثل الاول للقطاع التجاري والصناعي في مملكة البحرين باعتبارها واجهة ومرآة تعكس تطور التجاري والاقتصادي في جعل المملكة واحة لريادة الاعمال طلال نايف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين تحت رعاية معالي الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة اقيمت مسابقة التاجر الناجح في لسختها السادس عشر والتي تنظمها مؤسس التاجر الصغير يونغ تريدر في مجمع السيف بالمنامة حيث تنافس الاطفال المشاركين في هذه المسابقة على طرق الترويج لمنتجاتهم خصوصا وان غالبيتها يتم صنعها بايديهم المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي دعما لفئتي الناشئة والشباب في قطاع ريادة الاعمال انطلقت مسابقة التاجر الناجح التي تنظمها مؤسسة التاجر الصغير للكشف عن تجار المستقبل من خلال هذه المسابقة والتي تهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز قدراتهم وامكانياتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اطلاق مشاريعهم الخاصة وتوفير كافة السبل الملائمة لهم لترجمة افكارهم الى واقع ملموس سعيد برعاية التاجر الصغير الناجح مسابقة التاجر الصغير الناجح الحمد لله لاقت اقبال كبير من ابنائنا واللي شاركونوا بمشاريعهم وافكارهم والحمد لله نخلق فيهم او نزرع فيهم روح ريادة الاعمال والبحرين مملكة البحرين الحمد لله بها عدد كبير من الرواد ومن الشباب اللي استحقون ان شاء الله الابداع واللي بيستطيعون يبدعون وينجحون في مراسة اعمالهم مسابقة التاجر الناجح لهذا العام مختلفة عن السنوات اللي راحت المشاريع المقدمة لهاي السنة مشاريع تكنولوجية وعندنا مخترعين وعندنا مشاريع مبتكرة مبدعة للاطفال طبعا الاصحاب المشاريع اللي عندنا من خمس سنوات الى سبعتاشر سنة احنا كحكام احنا نسوي علامات على مصائف تاجر الناجح اخذوا مصفات مالهم حيث في المستقبل يصبح تاجرين زينين منافسة قوية بين اطفال يتمتعون بمهارات تجارية عالية يحملون بداخلهم طموحا يعانق حدود السماء يبشر بمستقبل واعد للبحرين شاركنا عشان نسوق مشروعنا هو اسمه ويساعد الاطفال يشجعهم عشان يخضون دواهم وهو عبارة عن فأر متحرك بالرموت يقوم بتوصيل الادوية للاطفال المرضى هذا هو منتجنا ونحن شاركنا عشان احنا كنا بيعين صغار نبيع الاشياء لهم ومنتجنا يكون عبارة عن متاحة الليكسونية تتحكم في السيارة بيكون فيه فيستايم وبتكون المتاحة مغطية كل شيء فانت ما بتشوف وفيه بيكون هدايا عشان تشوف المسار وعلى حسب حظكم اذا تحصلوا هدايا زينة او 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 مو زينة واذا فيستاو تقدرون تحصلون دور ثاني مجاني وتسلحك الفئة العمرية من ثلاث سنوات وفق مسابقة فريدة من نوعها ترسم لنا ملامح الجيل القادم في عالم ريادة الاعمال فمسابقة التاجر الصغير استقطبت في نسختها السادسة عشر عددا من الاطفال قدموا فيها مشاريع مبتكرة ومنتجات متميزة صنعت بايديهم الصغيرة الابداع لا يحد به عم وهذا ما اكدته فكرة معرض التاجر الصغير التي جاءت بافكار مبتكرة مميزة وخلاقة بانامل المبدعين الصغار حول لقرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين اعلنت بورصة البحرين عن ادراج الاصدار رغم تسعة عشر لسندات التنمية الحكومية التي اصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين حيث سيتم تداولها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من نوفمبر 2019 ويبلغ حجم الاصدار مئة وخمسة وثمانين مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند في حين تبلغ مدة الاصدار خمس سنوات اعتبارا من العاشر من نوفمبر 2019 وحتى العاشر من نوفمبر 2024 وبلغ العائد الثابت أربعة بالمئة سنويا يتم خلالها دفع فوائد الاصدار كل ستة شهور تستحق في العاشر من نوفمبر والعاشر من مايو من كل عام خلال مدة الاصدار والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبة 0.39% مغلق التداولات عن مستوى 1499 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطع البنوك التجارية وقطع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 588 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون و 56 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 58 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.05% مدعوما بصعود قطع النقل بشكل رئيسي أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تقدم نسبته 0.13% بدعم من تقدم أغلب مؤشرات البورصة الكويتية وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجعا نسبته 1.50% وذلك يعود لهبوط قطعي العقارات والبنوك أما السوق دبي المالي فقد ارتفع بنسبة 0.14% وذلك بسبب ارتفاع قطع البنوك وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبته 0.22% بدعم من تقدم جميع أسهم البورصة العمانية انطلقت عملية اكتتاب الأفراد والمؤسسات على حصة في أسهم شركة أرامكو التي تبلغ 1.5% من رأس المال بنطاق سعرية تراوح بين 30 و 32 ريالا للسهم إليكم أبرز المعلومات عن الطرح التاريخي لأكبر شركة النفط في العالم ترجمة نانسي قنقر مشاهدين النشرة الإقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل القيمة السوقية لشركة أبل تتجاوز القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأمريكي قالت وزارة التجارة الصينية أن الصين والولايات المتحدة تجريان مناقشات متعمقة بشأن اتفاق تجارة يمثل مرحلة أولى وأن إلغاء الرسوم الجمركية شرط مهم للتوصل إلى اتفاق وقال جاوفينغ المتحدث باسم الوزارة في إفادة دورية إن درجة إلغاء الرسوم ينبغي أن تتماشى بالكامل مع أهمية اتفاق مرحلة واحد وأضاف أن الصين شددت مرارا على أن حرب التجارة بدأت بالرسوم الإضافية وينبغي أن تنتهي بإلغاء الرسوم الإضافية وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن اتفاق التجارة مع الصين قريب نجحت شركة النقل الجوية الأسترالية كانتاس في تنفيذ رحلة تجربية بدون توقف انطلاقا من لندن وصولا إلى السيدني التي وصلتها بعد أن قطعت الطائرة مسافة 17.75 ألف كيلومتر خلال مدة بلغت 19 ساعة وتسعة عشر دقيقة ووصفت كابتن الطائرة هيلان ترنري الرحلة بأنها كانت ناجحة للغاية وقالت في تصريحات للصحفيين في مطار سيدني إنهم لم يواجهوا أي مشكلات على الإطلاق وتعد هذه الرحلة الثاني أطول رحلة بحثية تجريها كانتاس في سياق دراسات بحثية من أجل التخفيف من معاناة المسافرين والآن مشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية كشفت بيانات مالية حديثة في الولايات المتحدة أن القيمة السوقية لشركة أبل استطاعت أن تتجاوز القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأمريكي وهو أمر لن تحقق أي شركة تقنية من قبل وأكد محللون في مصرف بانكوف أمريكا ميرل لينش أن أبل حققت هذا الرقم بعدما استطاعت في وقت سابق أن تصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار وأغلقت الشركة العملاقة تداولات الخميس عند قيمة سوقية تقدر بـ 1.17 تريليون محافظة على مركزها كأفضل الشركات قيمة في العالم